اشتركوا في القناة طيب الآن يعني اذا كان مثل الحديث ايضا اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فعل غريزي قال ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزير قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فالمعنى الاول المتبادر فكرة يا ايها الذين امنوا او اايت يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير بمعنى فعل الخير حتى من دون نية من دون احتساب واحد عنده دافع انساني رحمة بانسان او بحيوان او بهيمة او في بر او بحر او جو مع من يعرف او من لا يعرف بر او فاجر اذا وقع من الانسان رحمة وحملاته الرحمة على فعل خير او ما يسموها مثلا فعل تطوع او عمل خيري بحق فرد او جماعة او شعب من دون ان يستحضر الاجر والثواب لكن الدافع لم يفعل ذلك من اجل يذكر مثلا او للرياء او للسمعة او لمصلحة دنيوية وانما فعله بدافع صالح وصادق من نفسه فله بذلك اجر لانه داخل في عموم قولي تعالى وافعله الخير الحقيقة هذا نوع فيه تحريض كبير على ان المسلم يكون عنده هذه الروحة الانسانية الان في الشبكات الاجتماعية ما يمضي يوم الا ونشاهد مقاطع لا نعرف هذه المقاطع من اين في اوروبا في امريكا في كندا في روسيا في استراليا في تركيا في اندونيسيا في بلد عربي اسلامي شرق او غرب لكن الذي يجمع هذه المقاطع هو انها مقاطع تحرك الدافع الانساني قد يقول لاطفال او الكبار او لغيرهم يقومون فيها بمبادرة عفوية بحق كلب كما سرت في القصة او بحق انسان او بحق صغير يعني على سبيل المثال قبل ايام رأينا صورة طفلة افغانية في احدى المدن في تركيا وهي قد يعني آلت بها الامور والظروف لان تكون هذه الطفلة هي الحاضنة والراعية لاخوانها يمكن عندها ثلاثة او اربع صارت هي الام وهي طفلة يعني هي بحاجة الى ام يعني لا تستشعر مثل هذا المعنى الحق يقال ان مثل هذه القصص ان تضخ روح عالية ومبدأ انساني ومعنى انه يفترض ان يكون عند المسلم قدر من الروحانية العالية قدر من الرحمة قدر من الحب الخير قدر من ينابيع تتفجر في داخل القلب تجاه مثل هذه المعانى من يعرف او من لا يعرف كونك تمرر مثل هذه المقاطع كونك تعلق عليها كونك تثني عليها كونك تشارك فيها احيانا اعتقد ان هذه من المعانى العظيمة